موسيقى مشاهدين في كل مكان أسعد الله أيامكم بكل الخير أهلا بكم في هذه التغطية الإخبارية ولا تتاتيكم دائما عبر شاشة قناة الميل للأخبار في خضم التحولات والتوترات التي تعيشها المنطقة تبرز محاولات الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لفصل المصارات بين قطاع غزة ولبنان سعيا لإضعاف محوري المقاومة في كل منطقة على أحد ما جعلنا أمام تساؤلات كبيرة حول مستقبل المواجهات وأبعادها السياسية والعسكرية في هذه التغطية المباشرة سنناقش معكم مشاهدين في كل مكان إمكانية نجاح تلك الاستراتيجية وانعكاساتها على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ولكن بداية نقع مع هذا التقرير من بعد نعود لكي نبدأ هذه التغطية مباشرة تكثف الولايات المتحدة الأمريكية الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رويترز نقلت عن مصادر أن الولايات المتحدة تدفع من أجل وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل لمدة ستين يوماً تمهيداً لتطبيق القرار رقم 1701 بالكامل في سياق المتصل أدان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاعتداءات الإسرائيلية على يونيفيل مثمناً إصرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار عملها في الجنوب وقال مكتب ميقاتي إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للهمم المتحدة رقم 1701 معلناً رفض لبنان المساس بالمهام وقواعد العمل التي تنفذها القوات الدولية بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني نافياً ما تردد من أنباء بشأن طلب الولايات المتحدة من بيروت أعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد في غضون ذلك عربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية التي تطال مرافق صحية وعاملين في القطاع الصحي في لبنان وحذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار الهجمات الإسرائيلية المتنامية على عاملين في المجال الصحي ومنشهات صحية في لبنان مجددة التأكيد على ضرورة تحييد الرعاية الصحية عن الهجمات العسكرية أهلا بكم مشاهدين في كل مكان إذن في هذه التغطية المباشرة سوف نحاول أن نتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الأمور التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل لفصل جبهتي الإسناد ما بين حزب الله وما بين قطاع غزة إذن للمزيد من النقاش والتفاصيل والحوار ينضم إلينا الآن عبر الهواء مباشرة من رمالة من لهاي الدكتور سيد زيد تيم أمين حركة فتح أهلا بك سيدي عبر شاشة قناة النيل للأخبار سيد زيد أهلا بكم هل تسمعوني؟ أسمعك بشكل جيد لو حضرتك تسمعني جيدا نتحدث عن هذه الأمور التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل لمحاولة فصل جبهتي الإسناد وبين حزب الله وبين قطاع غزة كيف ترى هذا الأمر وكيف ترى النجاح هذه المساعي؟ وهل هي محاولة لكسب مساعي جديدة لإسرائيل أم أنها محاولة للتهديئة بالفعل؟ أنا أعتقد من خلال ما يتابع عبر الوساطات وعبر الوفود التي تأتي وهوستاين الذي أتى إلى بيروت وكذلك خلال الأيام القادمة سيأتي للمرة الثالثة عشر وزير خارجية لأمريكا أكيد من العمل كله يصب في مصلحة الكيان الصهيوني لفصل الملفات لأنه في حال فصل الملفات أو فصل الساحات يكون أسهل لهذا الاحتلال الذي يمارس كل أشكال الإرهاب وكل أشكال القتل وكل أشكال المجازر للأسف الشديد طبعا وأنا أريد أن أقول لك شيء مهم بخصوص موضوع الشمال وأنتم تابعتم كمحطة محترمة هذا الموضوع قرار 17-01 هو يفترض أن يلتزم هذا الاحتلال بهذا القرار وأن يقوم الذي لم يحاول ولا لمرة واحد يلتزام فيه وهو يضع شروط تعقيدية وتعجيزية من أجل أن يمارس الضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني والمقاومة من أجل أن يمارس الاحتلال ما يريد حتى لو تم تغيير هذا الاتفاق لمصلحة هذا الكيان الصهيوني يحاول أن يضع شروط تعجيزية مثلا إذا تم هناك وقف اطلاق النار سيبقى الاحتلال يمارس كل سطوته في المجال الجوي اللبناني وهذا شرط تعجيزي أعتقد وأنا أريد أن أقول لك كمان للمعلومة أخرى وأنتم كذلك تابعت ذلك هذا الموضوع بشكل جيد أنه هو أصلا يحمل الجنسية الأمريكية وهو خدم في جيش الاحتلال وهو يحاول أن يعمل ما يستطيع ويحاول ممارس الضغط أن الكيان الصهيوني سوف يدمر ويضرب إذا لم يكون هناك وقف اطلاق النار يعني يحاول استخدام أسليب التهديد والترهيب بصراحة وليس مفاوضات بشكل جيد حتى لو تم الضغط من قبل بعض الدول وعلى رأسها فرنسا إلا أن أمريكا تحاول دعم هذا الكيان الصهيوني بشكل كبير وهذا واضح جدا من خلال محطات الإعلامية التي تتابعونها ونتابعها بشكل جيد صحيح سيد زيد بما أنك تحدثت وذكرت القرار 1701 ترى هل هناك من إمكانية لتنفيذ هذا القرار؟ وما هي العراقيلة التي تحول دون تنفيذه؟ أعتقد أولاً هذا القرار الاحتلال لا يلتزم بهذا القرار بكل صراحة وبساطة لأن القرار ينص على الخط الأزراق الفاصل بين لبنان والكيان الصهيوني والشمال فلسطين والاحتلال يحاول وضع شروط كما أسلفت لك بالهيمنة الجوية ويحاول قدر إمكان مارس كل أشكال الضغط مارس أكثر من مرة طلعات وأغتيالات ولم يلتزم بهذا القرار أعتقد الاجتزام بهذا القرار يجب أن يكون من قبل تشكيل صراحة قوة رادعة قوة رادعة في حال خرق أي شيء لهذا القرار ماذا تعني بالقوة رادعة وممن تكون هدي القوة؟ القوة تكون من الأمم المتحدة القوة تكون مشكلة من الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن الدولي هو تثبيت هذا القرار مرة أخرى ولا بأس أن تكون مشاركة بعض الدول العربية لماذا لا تشارك بعض الدول العربية وتشارك بريطانيا وتشارك بعض الدول مثل أسبانيا وغيرها من الدول التي تنحاز إلى العدالي وليس الدول فقط التي تنحاز إلى الاحتلال ولاحظ أن الاحتلال مارس أكثر من مرة القتل والإرهاب حتى ضد اليونيفيل وهذا ما أتى على لسان أمين العام ومسؤول اليونيفيل في شمال فلسطين هذا الشيء أعتقد أنه دائما تغيب العدالة عن هذا الاحتلال والدليل على ذلك إقامته وضرب البنية التحتية ضرب القرى وتدمير القرى في جنوب لبنان وضرب كذلك في غزة وحرب الإبادة التي يخوضها لأنه لا يستطيع تخديم أي شيء إلا هذا النوع من الإرهاب على مرأة ومسمع العالم للأسف سيد محمد صحيح ولكن سيد زيدو بما أنك تحدثت عن تشكيل هذه القوة هذه القوة الدولية والتابعة للأمم المتحدة كما حددت حضرتك تحديدا هذه القوة لن تستطيع أن تمارس أي سلطان إلا إذا كان تحت البند السابع من مثاق الأمم المتحدة فكيف لنا أن نصل لهذا الأمر؟ هذا ما أردت قوله دائما القرار غير مهم أنا أقول لك بكل صراحة من خلال خبرة المتواضعة التي نحملها القرار دائما بدون تنفيذ يصبح قرارا لا قيمة له صحيح آلاف القرارات التي تنتخذت بحق القضية الفلسطينية واليوم أتخذ قرار بـ 2006 هو 17-01 ولم ينفذ هذا القرار الحل الأمثل لتنفيذ هذا القرار كما استخدمت القوة في بعض الدول من أجل لجم أي معتدي على سبيل المثال يجب أخذ قرار بمجلس الأمن الدولي تحت البند السابع ومن لا ينفذ هذا القرار تستخدم القوة لا يمكن أن تستخدم القوة فقط عندما شكلت قوة لضرب العراق شكلت قوة مثل أفغانستان كثير من الأشياء أنا أريد التذكير فقط أنه في الحرب في البوسنة والهرسك خلال استجهد ثلاث ألاف شخص قامت الدنيا لأنه لها مصلحة أمريكا هذا الاتحاد الأوروبي ولكن في دول العالم التالث يحاولوا أعاقة هذا الموضوع بالفيديوهات الأمريكية يجب أخذ قرار واضح تحت البند السابع ويجب الالتزام الكامل ومن لا يلتزم يجب الإشارة له بالبنان أنا أريد أن أقولك لا يمكن أن نقبل حتى شعبنا لبناني ولا حكومة لبنانية قبول قرار مثلا أنه الضغط الإسرائيلي أو كيان الصيوني من أجل فتح المجال الجوي دائما حتى لو كان هناك قرار أن يستخدموا القوة منهم؟ معنى ذلك أنه يمارس شريعة الغاب ولا يلتزم بالقرارات الأممية صحيح الإخفاق الأساسي عند الاحتلال وفي مخيلة دائما حكومة يمني مضطرفة على رأسها بن يمين نيتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية تمارس نفس الضغط على الحكومة من أجل قبول ما لا يقبل حقيقة وأنا أقول لك الأيام الجاية ستزبط ذلك لأن الأمريكان يحاولوا إخراج نيتنياهو من عقل زجاجي الذي تورط بها في حربه في جنوب لبنان كما تورط في كثير من رغم كل المآثى رغم كل القتل الذي يمارسه في فلسطين إلا أنه هو في ورطة حقيقة لأنه يحاول التهرب من المحكمة التي تنتظره لفساده ولبعض الأمور الداخلية وهذا الأساس في الموضوع دم الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني غالي جدا على أهلنا وشعبنا العربية من أجل ذلك يجب الضغط كذلك ومشاركة الجامعة العربية بأي قرار سيتفت في الأيام القليل القادمة دعني أعود معك أيضا إلى جزئية في غاية الأهمية سيد زيدو وهي فكرة وإن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالعديد من الضربات وهناك الكثير ممن استشهدوا نتيجة هذه الضربات سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني ولكن أيضا بمفهوم المخالفة هناك تكبد لجيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الخسائر البشرية والمادية ترى هل هذه الخسائر وما يتكبده جيش الاحتلال الآن هل من الممكن أن يؤثر على صناعة القرار في الداخل الإسرائيلي أم لا أكيد يؤثر لسبب بسيط لأنه إذا بتلاحظ أستاذ محمد نتنياهو حط شرط معينة إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين صحيح واخذ ذلك الأمر إلى غلاف غزة لم يحدث ذلك على العكس سماما نتنياهو نفسه تعرضت في سيريا إلى طائرة وإلى قصف بيته واضطر إلى الذهاب إلى تل أبيب أكيد المقاومة اليوم في لبنان توجع الاحتلال وتحاول ضرب أماكن حساسة لأن الاحتلال دمر كثير من القرى وحاول ضرب العاصمة اللبنانية بيروت الذي صمدت في 82 وأنا أعتقد أنه رغم كل ما يحدث الآن من تدمير إلا أنه الشعب اللبناني واحد موحد إلا بعض الأصوات التي تخرج نشاز هنا وهناك ولكن أنا أقول لك وبقول بساطة نعم الاحتلال والشارع سيدغط على نتنياهو ويحاول وأمس كان هناك حاجة كبيرة جدا بموضوع الاتهامات المتبادلة وتقديم بعض المستشارين لإعاقة أو لتأخير المحكمة التي تنتظره داخليا والمحكمة التي تنتظره في الأيام القليلة القادمة محكمة جناية الدولية للجرائم التي ارتكبتها وهو وحكومته أستاذ محمد باختصار نعم سيتأثر الشارع لأنه بدأت كثير آلاف مؤلفة اللنزوح والخروج والذهاب إلى مناطق يعتقد أنها آمنة واليوم يد المقاومة تطول في لبنان تل أبيب وتطول حيفا وتطول عكا وكل المناطق لأنه يحاول أن يذوق الاحتلال ما يذوقه الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني للأسف الشديد العالم يجب أن يتخذ قرارا واضحا قرارا ملزما يجب أن يقول كلمة حق بحق شعب اللبناني والشعب الفلسطيني وكذلك ما يقوم به المجرم نتنياهو وحكومة اليمني المضطرفة سيد زيدي بما أنك تحدثت عن هذه الضربات المؤلمة التي تقع الآن في الداخل وفي العمق الإسرائيلي هل تعتقد أن استراتيجية حزب الله العسكرية قد تغيرت مع نعيم قاسم عامة قبله واستطاع الآن أن يصل إلى العمق بشكل مباشر وبتأثير أكبر؟ أعتقد أن استراتيجية كانت موجودة أصلا عند المقاومة في لبنان تختلف تماما لأنها مهيئة وبنيت بشكل مختلف تماما وهي تقاتل على أرضها وأنا أريد أن أقول لك شيء مهم أعتقد أن المقاومة حاولت أن تكون جبهة الشمال جنوب لبنان هي الداعمة لغزة للشعب الفلسطيني ولكن عندما تحول احتلال إلى انتقام وإلى غارات وإلى قتل واستشهاد كثير من القادي في الحزب تحول الموضوع إلى موضوع آخر وهذا شيء طبيعي كما كان يقولون سابقا إذا تم تعرض بيروت إلى قصف ستتعرض تل أبيب وهذا ما مرسوا الاحتلال أنا أعتقد الآن بعد هذه الاغتلات تماسكة المقاومة اللبنانية بشكل أفضل تقدم صورة دليلا واضحا للعالم كله أن هناك استراتيجية فعلا للحرب وأن هناك قوة بصراحة من قبل المقاومة اللبنانية تحاول تقديمها بشكل مدروس والدليل على ذلك كل التكنولوجيا وكل الدعم الأمريكي والصواريخ الأمريكي الذي أتت لم تثني المقاومة عن ضرب بعض المواقع الحساسي إن كان في حيفا أو في تل أبيب حتى لماك الذي مثلا قوة 8200 هي قوة الاستخبارات وقوة الاقتلالات وكذلك بيت نتنياهو وبعض المواقع الذي لا تظهر بكل الصور أغلب المواقع التي تضرب يمكن أن لا تظهر بالصور ولا تظهر بالفيديوهات ولكن هذا ما يتأثر به الاحتلال بشكل واضح وأكيد الاستراتيه تغيرت نوعا ما للأفضل رغم كل الآلام ورغم كل القتل ورغم كل التدمير الذي يمارسه الاحتلال لأنه لا يستطيع صنع إلا ذلك سيد زايد تيم أمين سير حركة فتحة أشكرك كنت معنا من لهاي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المساحة الحوارية ما زلنا في هذه التغطير المباشرة وينضم إلينا الآن دكتور إسماعيل تورك أستاذ العلوم السياسية دكتور إسماعيل أهلا بك عبر شاشة قناة النيل للأخبار تحياتي ليك أستاذ محمد ولكل متابعيك الكرام أهلا بكم ومباشرة هل تعتقد أن بني بني مين نتنياهو هو في ورطة الآن بعد ما يحاول أن يقوم به في الجنوب اللبناني هل نزل في يد الورطة ولن يستطيع أن يخرج منها سالما؟ يعني بالطبع قدرات حزب الله وعدم السماح لإسرائيل بتنفيذ مخططها بالدخول بريا بالشكل التي تراه والذي كان يأمله جيش الاحتلال أن الحرب في جنوب لبنان ليست نزهة يعني بعد هذه الضربات القوية التي وجهت لقيادات حزب الله كان يعتقد جيش الاحتلال أنه يمكن اجتياح جنوب لبنان بدون خسائر بسهولة كبيرة إلا أنه اكتشف في الواقع أنه ما زالت قدرات حزب الله وما زالت مقاتلين حزب الله متواجدين وموقعين في مواقع حساسة وكانت خسائر الجيش الإسرائيلي يعني كبيرة للغاية بشكل كبير والأمر اللي قادت جيش الاحتلال قاله أن الحرب في جنوب لبنان أصعب بكثير من الحرب في غزة بعد كم الخسائر الضخمة في قوات الجيش الاحتلال وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني جاءت الزيارات المكوكية للمسؤولين الأمريكيين أموسو كوشتاين وبريت مكورك ووزير الخارجية بلينكين وغيره من المسؤولين لمحاولة التوصل لوقف إطلاق النار على الجامعة الليبنانية بشكل كبير الأمر اللي ممكن يكون مخرج كبير للجيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية بعد الضغط على الأطراف اللبنانية بشكل كبير لتضمين بعض الرغبات والتأكيد على تطبيق القرار 1701 بشكل كامل وهو إبعاد مقاتلي حزب الله من جنوب نهر الليطاني وده الأمر اللي كانت إسرائيل بتطالب به منذ بداية الأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودخول حزب الله كجابة مساندة للأعمال العسكرية في قطاع غزة أنا أعتقد أنه هناك الكثير من الحديث عن تفاهمات متقدمة يمكن الوصول إليها ويمكن إبرام اتفاق على الجابهة اللبنانية أو فيما يمكن أن نسميها فصل الجابهات لأن القيادات اللبنانية أجمعت كلها على أنه يمكن الوصول لوقف إطلاق النار بغض النظر عن التوصل لصفقة لإتمام التبادل الأسرى أو وقف الأدوان في قطاع غزة نعم دكتور إسماعيل منذ قليل كنت أتحدث مع ضيفي سيد زيد تي مامين سير حركة فتحة اتحدث وطالب أنه يماغي أن يكون هناك قوة دولية تابعة للأمم المتحدة هي التي تراقب وتمنع وتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكن هذه القوة لن تستطيع أن تقدم أو تؤخر إلا إذا تضمنت هذه القوة البند السابع من مثاق الأمم المتحدة هل تعتقد أنه يوما ما قد نحصل على البند السابع من الأمم المتحدة فيما يخص هذا العضوان يعني أنا أعتقد أنه الحديث عن البند السابع أو معاقبة إسرائيل أو إخراج قرار من الأمم المتحدة مجلس الأمن بنانا على الفصل السابع للعقوبات يعني أمر شبه مستحيل في وجود الجيد والأمريكا الذي كان يمنع إخراج قرارات من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع عبارة عن توصيات من الممكن الاجتزام بها أو عدم الاجتزام يعني لا يعني يكبر أن تكون هناك قوة لتنفيذ القرار ومع ذلك استعملت الولايات المتحدة حق نقض الفيتو واعترضت على أكثر من خمس مشروعات قرارات لضرورة وقف إطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة فما بالنا بمثالة أن يكون هناك قرار دين إسرائيل أو يكبر الأطراف المتنزعة والمتحاربة بموجب الفصل السابع أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وما تملكهم من فيتو لن تسمع بهذا ولكن هناك تفاهمات أخرى حول ضرورة تدعيم قوة اليونيفيل في جنوب لبنان ويدخل عدد من الدول وزيادة عددها وتفلحها وتجهزها حتى مع الحظر الذي تفرضه إسرائيل على اليونيفيل تعتقد أنه ينبغي أن تضاعف قوات اليونيفيل كيف هذا هو إسرائيل أساسا لا تعتبر الآن أن قوة اليونيفيل هي قوة للمساعدة الإنسانية فقط وليس أكثر من ذلك يعني أنا أعتقد أنه في تغييرات في النظرة يعني قوات اليونيفيل تم الاعتداء عليها من قبل قوات الجيش الاحتلال وعمرتها ووجهت لها خطابات أكثر من مرة بضرورة الانسحاب من المواقع وكانت يعني تعتقد إسرائيل أنها استطاعتها يعني الدخول في الأراضي اللبنانية بشكل كبير وبالسلاسة دون معوقات بعد ضربات قاصمة لحزب الله إلا أنها تفاجأت بقوة المقاتلين حزب الله على الأرض وبالتالي تغيرت الوضع لتدعيم هذه القوة وإدخال الدول يعني هناك مساعدين أمريكيين برسائل محددة إلى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول لإستطلاع رأيهم بالاشتراك في هذه القوة وتدعيمها وزيادة قدراتها بعد الاتفاق على أن يكون الجيش اللبناني هو الموجود على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بقوات قوة مها من خمسة ألاف إلى عشرة ألاف نتكلم عن ثمان تلاف جندي من الجيش اللبناني وإبعاد مقاتل حزب الله يعني شمال نهر الليطان أنا أعتقد أنه يعني هذا الأمر حسب التفاهمات المتقدمة اللي بيتحدث عنها المسؤولين الأمريكيين أو الأطراف الدولية المتدخلة في الموضوع بتقبل إسرائيل بهذا الورد لأنه هو الهدف إبعاد حزب الله من على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وإعادة الأمن وإعادة السكان الإسرائيليين للمناطق الشمالة التي تركوها صحيح دكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية أشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار ما زلنا في هذه التغطية المباشرة أما الآن فتنضم إلينا من رمالة دكتور طمرة حداد الباحثة في العلوم السياسية دكتور طمرة أهلا بكم عبر شاشة قناة النيل للأخبار تحياتي لكم والقناتكم الكريمة ولكل المتابعين أهلا بكم سيدتي ومباشرة هل تعتقدين أن ما تكون به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من محاولة لفصل محوري المقاومة أو فصل الإسناد عن قطاع غزة هل استطعت أو هل تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر حتى هذه اللحظة لم تستطع الضغط على حزب الله أن يفصل جبهتي الإسنادية عن قطاع غزة ما زال حتى هذه اللحظة هناك ثلاثة نقاط ما زال منتزمة بها حزب الله رغم أن في الآونة الأخيرة أن هناك تيار في داخل حزب الله بالإضافة للضغط بعض القيادات اللبنانية أن يتم عملية الضغط على حزب الله بفصل منطقة قطاع غزة عن جبهة اللبنانية وبالإضافة لإبتعاده إلى ما بعد خمسة كيلومتر إلى ما بعد الحدود اللبنانية مع خمسطين المهدلة ولكن رفض الشرط الأخير حزب الله كان قد يتم التهاون في عملية الفصل والتهاون في عملية إبتعاده إلى الداخل يعني قرابة خمسة كيلومتر ولكن تم رفضه الشرط الأخير الذي طلبه نيتنياهو وهو المتمثل بنزع سلاح حزب الله وبالتالي حزب الله حتى هذه اللبنة مازال مصمم على عملية ربط الجبهة الإسنادية لقطاع غزة وحتى على مستوى الجبهة المتعلقة في الدفاع عن لبنان بالإضافة أن أصبح هناك شرطا جديدا قدمه نيتنياهو لبعض المستطاع الغربيين وهو لن يوقف الحرب على منطقة جنوب لبنان إلا إذا كان هناك حالات التطبيع بينها وبين الدولة اللبنانية وهذا يعتبر شرط صعب جدا بالنسبة تحديدا الواقع اللبناني يعني صعب جدا أن يتم تحقيقه هناك ما زال الشعب اللبناني يرفض هذا السياق ونهيك أنه حتى على مستوى الحكومة وحتى على مستوى الفصائل في داخل التي هي تنظم كواقع طائفي في داخل اللبناني قد يتم رسم خريطة جمرافيت أو ديمغرافيت أو حتى هيكلية البعد السياسي للبنان تختلف كليا عن أي واقع آخر فمتلأ طبيعة الطائفية وطبيعة الفصائلية وطبيعة الواقع السياسي وحتى على مستوى الاجتماعي قد يختلف كليا لعملية القبول في حالة التطبيع إلا إذا كان هناك هيكلية شديدة للنظام السياسي للبنان لأن يتم عملية إبعاد حزب الله بعيدا عن البعد السياسي وعن البعد العسكري حتى هذه اللحظة حزب الله يشير إلى واقع أن الميدان هو الحاسب بمعنى أن الميدان هو الذي سوف يحسم في نهاية المضاعف فمن سوف يفوز في نهاية هذه المعدة أقيت على ذكر الميدان هل تعتقدين أن استراتيجية حزب الله وتوجيه ضربات حزب الله الآن إلى الداخل الإسرائيلي وإقاع هذه الأعداد من جيش الاحتلال الإسرائيلي هل تعتقدين أن هناك تغيير جزري ما بعد نعيم قاسم عاما قبل نعيم قاسم بالنسبة للإسرائيليون لديهم عقيدة جديدة أو عقيدة قديمة جديدة بالأحر قديمة جديدة العقيدة لأنها في داخل الإسرائيل أن يجب تحقيق الأمن القومي الإسرائيلي بلعنى أن يتم إزالة كل التهديدات الأمنية المتمثلة سواء كان في قطاع غزة أو حتى المتمثلة في وجود حزب الله قرابة الحدود أو قوة الرضوات وأنهيك أن هناك أصبح في خطة جديدة في الواقع الإسرائيلي تشير الواقع إنشاء كما يسمى إنشاء محوى الفردلفية بمعنى أن الآن يريدون رسمها جديدة في منطقتنا بين الحدود السورية واللبنانية بمعنى إنشاء منطقة آمنة عازلة أو عازلة تماماً يعني بمعنى أن يتم وجود رقابة وأجهزة تصنط واستخباراتية وأجهزة أقمار صناعية تتواجد على هذه الحدود الواقع الأمريكي يتقاطع مع الإسرائيلي لكن الأمريكي اليوم شغل في المعركة الانتخابية لذلك حتى هذا المحسم المفاوضة أرجعوها إلى مبعدة الانتخابات لم أسمع السؤال من فضلك ماذا تقصدين من أن الواقع الأمريكي يتقاطع مع الواقع الإسرائيلي نعم هناك تقاطع أمريكي إسرائيلي بأن يتم عملية أن يكون هناك إزارة كل التهديدات المتمثلة الوجود هم يسمونهم كالأدرع يعني أن يتم تسويته أمريكياً وإسرائيلياً أن هناك أدرع ووكلاء يجب من مستقبل إنهاء وجودهم ثم عملية بعد إنهاء هذا الوجود أن يتم التعامل مع البرنامج النووي الإيراني فبالتالي هناك مشروع لدى الأمريكان وأيضاً الإسرائيليون أن يتم عملية تغيير البعد الديمغرافي والجغرافي كواقع ديمغرافي اليوم يحاول الإسرائيلي عملية الضغط على المواطن اللبناني عملية نزوحي وهو بالفعل هناك أصبح بالضبط قرابة مليون وخمسمائة ألف مواطن لبناني جزءاً منهم أصبح خمسمائة ألف في واقع سوريا والجزء الأكبر اليوم في كوربولا يعني اليوم تم استقبالهم في العراق في منطقة كوربولا تحديداً الحاضنة الشيعية في منطقة جنوب لبنان لذلك إسرائيل الآن من خلال القصف الجوي من خلال الأرض المحروقة من خلال ما يستخدام كل الضغط على البنية التحتية وإنهاء مقاومة الحياة في جنوب لبنان هو يريد أن يضغط أن لا عودة للساكني هذه المناطق كما يحدث اليوم في منطقة شمال قطاع غزة شمال قطاع غزة الآن هناك اتباع التهجير، اتباع التفريغ الضغط على المواطن، سياسة التجميع سياسة الحسن، هو تشبه ذات الأدوات التي استخدمها في جنوب لبنان حتى لو وجود حزب الله أكثر تسلحاً أكثر ضرباً على العمق الإسرائيلي أكثر عمقاً على خسارة ضباط الجيش الاحتبال هناك عدد قتلى هناك عدد جرحة، يعني أصبح هناك عدد كبير من القتلى والجرحة الإسرائيليون لكن هذا الأمر بالنسبة لأنيتنياهو خلال قراب الشهرين القادمين يعتقد أن بعد تسلم سواء كنهاريس أو حتى ترامب سوف تحسن الاستراتيجية الجديدة للأمريكا، رغم أنه واضح تماماً أن الدولة العميقة للولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر الجمهوريون أو الديمقراطين، هم مع الدفع على الأمن القومي الإسرائيلي لذلك يحاول الكان الكيان الإسرائيلي تغيير هيكلية أيضاً الجغرافية للمنطقة الشمالية وهي بإيجاب منطقة آمنة عازلة بالإضافة إلى الضغط من خلال الواقع اللبناني أن يتم بالفعل حسم الواقع السياسي من خلال أن يكون هناك الضغط على إبعاد هذه الحاضنة الشعية من خلال تغيير البناء الديمقراطي من خلال إيجاد تيار سياسي أن يتلاءم ويتوافق مع أن يكون هناك في الداخل اللبناني بعيداً عن إيران بمعنى أن يريدون فصل لبنان عن إيران من خلال أن يكون لهم قرار متمثل يتوافق لبنانياً اختيار رئيس لهم لكن بعيد عن حزب الله سياسياً أو عسكرياً وإنما أن يكون هناك رفق الإملاءات الأمريكية يعني جمعنا انتخاذ رئيس سديد جمهورية بعيد عن نحو المقاومة نعم دكتور طمرة بما أنك تحدثت عن هذا الدعم لمحدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل هل هذا الدعم سواء كان عسكري أو لوجيستي أو مالي أو أي مكان هذا الدعم عندما ترسل الولايات المتحدة الأمريكية قادفات بي 52 وهي وأنتم أكثر دراية مني هي قادرة على أن تحمل قادفات يعني عشرات الأطنان وتصل لمدى يتجاوز 2000 كيلومتر كيف تقرأين هذا الوضع وإرسال هذه القادفات في هذا الوقت تحديداً هل هناك توقع أن تقوم إيران سواء من الداخل الإيراني أو من خلال حلفاء إيران توجيه ضربة إلى إسرائيل ربداً على ضربة إسرائيل وهذه القادفات لهذا الأمر أم أن هناك رؤية مختلفة لهذا نعم هذا صحيح أولاً هناك معلمات استخباراتية في الواقع الأمريكي بالإضافة الإسرائيلية أن إيران تتجهز أنظمتها من أجل الهجوم تحديداً خلال أدرعها تحديداً في العراق يعني هناك لما يتم عملية ضرب المسيارات وأن تصل هذه إلى الأردن وأن تصل إلى إيلات الإسرائيلية التي هي جنوب العقبة أو جنوب إسرائيل تحديداً إذن هناك معلومات استخباراتية تجهز الإيرانيون فبالتالي الوليات المتحدة الأمريكية حتى تشير إلى واقع إيران نحن الآن متواجدون كرسالة تحذيرية من خلال إرسال 52 قادفات وهي التي تحمل رؤوساً نووية ليست هذه القادفات للأمر السهل تحمل رؤوساً نووية وقد تصل أكثر من 2000 كيلومتر نهيك أن هذه القادفات لا لها علاقة أن تحمل الطائرات التي تزود بالوقود وأيضاً لها علاقة باستخدام هذه الطائرات كبعد تجسسي واستخباراتي وهي منتشرة ليس فقط على بعد كل منطقة إسرائيل هي منتشرة في منطقة الشرق الأوسط وهي تحمل أيضاً منظومة تاد الإسرائيلية العسكرية عفواً الأمنية بمعنى أنها أيضاً لها علاقة ببعد هجومي وبعد دفاعي هذه المنظومة من أكثر المنظومات متطورة قامت بها الوليات المتحدة الأمريكية بإنشاءها عام 1980 وتم تطويرها بشكل مستمر حتى يتصل إلى مرحلة أن تحمل الرؤوس النووية هي رسالة تحذرية لإيران أن إذا كانت إيران تريد أن تضرب إلى هذه الفترة فإن أمريكا سوف تضرب وتساعد إسرائيل في الدفاع عن أمنها الإسرائيل بالإضافة للدفاع عن مصالح أمريكا في قواعدها منطقة الشرق الأوسط سواء كان في منطقة الخليج العربي بغض النظر عن هذه القواعد الكبيرة قاعدة أبيت قاعدة المتواجد في منطقة الشرق الأوسط سوف تدافع عنها ونهيك أنها رسالة لأدرع تحديدا الأدرع المقاومة العراقية والحجد الشعبي وكتائب الحق وأهل الحق وهذه الكتائب التي هي بالفعل ما زالت تشير إلى واقع سوف تدافع عن إيران رغم أن هذا الأمر سوف يرهق العراق قبل إرهاق إيران ما زالت أن إيران سوف تستخدم أوراق أخرى للدفاع عن نفس إيران كما حدث في حزب الله كما حدث في حركة حماس وأعتقد أن هذا الأمر سوف يضر العراق بشكل كامل وأعتقد أن ما يحدث الآن في المستقبل أن استمرار التصعيد هي تصعيد ليس في مصلحة أحد بالعكس إيران إذا كان الضرم الإسرائيل سوف يكون سأل نعم دكتور تمار حداد الباحثة في العلوم السياسية كنت معنا من رمالة أشكرك شكرا جزيلا على هذه المساحة ما زلنا مشاهدين في هذه التغطية المباشرة أمل أن فينضم إلينا من بيروت الأستاذ أحمد عز الكاتب والمحلل السياسي سيد أحمد أهلا بك عبر شاشة قناة النيل الأخبار دكتور أحمد دكتور أحمد ومباشرة هذه القادفات التي ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية بي 52 ترسلها إلى المنطقة وقبل هذه القادفات هناك مبعوثين أو مبعوثين تحديدا أمريكيين لمحاولة التهديئة وإيقاف القتال كيف ترى الأمرين هل هناك من تناقض ما بين الأمرين خصوصا أن المبعوث الأمريكي وكلنا يعلم هذا الأمر هو دائما يحمل نفس النهج الإسرائيلي فكيف ترى وتقرأ هذا الأمر دكتور أحمد الواضح أنه بالنسبة لموضوع الإسلحة الأمريكية والغهية جاءت بعد عمدت يعني إسرائيل إلى ضرب إيران وبالتالي التهديد الإيراني بالرد وبالتالي يعني الولايات المتحدة صالتها صراحة أنها ستقف إلى جانب إسرائيل وستدفع عن إسرائيل بما لو تعرضت إلى أي يعني يعني هجوم من قبل إيران أو أو الصواريخ وبالتالي يعني هذا الموضوع يعني الولايات المتحدة هي تقول أنها تحاول فرض وقف فلاك النار ولكنها دون أن تمارس بغط على إسرائيل ودون أن يعني يكون الاتفاق على حساب إسرائيل تريد اتفاقا يكون لصالح إسرائيل تشويات أرضاه إسرائيل وبنفس الوقت فهي تريد أن تمنع إيران من توجيه ضربات لها وكانت إيران يعني أدت مرونة في بداية الأمر ولكنها عادت وتحدثت عن أنها لن تسكت عن هذا الأمر وبالتالي ستستمر في هذه الغراب في في نيتها في الرد على هذه الغراب كان الأمور مفتوحة ولكن الكل يعتقد أن مثل هذا الأمر ربما يتم إما مع الانتخابات الأمريكية أو بعدها مباشرة وبالتالي لابد من الانتظار هذه الأيام الثلاثة نعم دكتور أحمد هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية القادمة من مصلحتها أن ترث مثل هذا الملف يعني أليس من مصلحة الإدارة الأمريكية القادمة أن يغلق هذا الملف الآن سواء بالتهديئة أو بإيقافة وقف إطلاق النار وما شبه ذلك ولا تحمل هذه الإدارة الجديدة مثل هذا الملف أنا أعتقد أنه من المبطر الحديث عن بدء الإدارة الأمريكية الجديدة ما زلنا نحن علينا انتظار حتى الخامس من يناير وبالتالي في حال الإدارة الأمريكية لم تتغير ونجحت فبالتالي تستطيع يعني قبل توليها أن يتم حسم الأمر وفي نفس الوقت يعني في المقابل في حال كانت نجاح للمرشع الجمهوري ترامب أعتقد أنه خلال هذا الفترة وبالتنفيق مع ترامب سيتم حسم هذا الموضوع لأنه أعتقد أن الموضوع لم يعني يبدو أنه لا يحتمل لهذه الفترة الصويلة ولكن الكل يعني يريد أن يعرف مع من يتعامل الإيراني أيضا يقال أنه يريد أن يعرف لأنه إذا كان هناك فوز لترامب فلتستكون له عسابات أخرى لأنه يدرك أن العلاقات بينه وبين ترامب وكرار ترامب لن يكون لصالح إيران وأعتقد أن إسرائيل بالنسبة لها نفس الإدارة الأمريكية ستكون معها في جميع الحالات نعم دكتور أحمد هل تعتقد أن جهود التهديئة التي يحاول أن يتوصل إليها النجيب مقاطر رئيس الحكومة ألان هي تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية يعني حتى الآن يعني لا يبدو الضغط الأمريكي هو الضغط الأمريكي تحت صقف مصالح إسرائيل نعم يعني يريد أن يرى أين هي مصلحة إسرائيل ويمارس الضغط هو يدعو إلى اتفاق ويحاول المسعل الذي يعني يعني يقوم به الجانب الأمريكي الهلال الموفدين والاستصارات هو يأخذ بعين الاعتبار ما تقبل به إسرائيل ويأخذ بعين الاعتبار المصلحة الإسرائيلية لهذا أعتقد أن الإسرائيل لن يمارس أي ضغط كبير على إيران على عطواً على إسرائيل وبالتالي سيكون الضغط يعني ضمن الثقوف يعني أعتقد أن نتنياهو إذا ترك له الأمر ربما يرفع من كثيراً من ثقوف مطالبه وعدوانه ولكن الإدارة الأمريكية تحاول أن تبقي هذه الثقوف بمعنى أنه يعني لا يكون هناك تكون هناك المصلحة للإسرائيلية متوسرة وفي نفس الوقت أن لا تقطع حبل المواد مع الدول العربية ومع المجتمع العربية نعم دكتور أحمد هل تعتقد أن محاولات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لفصل جبهات الإسناد عن المقاومة هل تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر هل تستطيع أن تتعامل مع كل جانب على حدة وأن يتم الفصل ما بينهم أنا أعتقد أن الموضوع قد فصل يعني فصل بشكل تام يعني عندما في الثاني من نكتوبر عندما استمع الرئيشان رئيس الحقومة رئيس مجلس موام نبي غيري ورئيس الحكومة نجيد ميقاطي ومعهم الزعيم وليد من بلات وأعلنوا البيان بأنهم استعداد لدعوة لوقت النار والاستعداد للنشط الجيش في الجنوب وتطبيق القرارة الاشتراعين وحف هذا يعني أنه هناك فصل يعني لم يعد عبارة أنه نتوقف عندما تتوقف في غزة فلو تمت تلبية هذا المطلب اللبناني وبالتالي لم يأخذ بعين الاعتبار الزواء أعتقد أن المحور بعد الضربات التي سلقاها وبعد الضربات التي سلقتها إيران دون أن تتقد أي موقف داعم لهذه المحاورة أعتقد أن المحور قد تفسخ يعني لم يعد موحدا كما كان يعني قبل السابع من أكتوبر 2023 حيث كانت الأجواء والمواقب توحي بأن هذا المحور صلب وموحد وأنه لا حد يستطيع أن يواجهه صحيح ولكن غيرت الأمور الآن من بيروت دكتور أحمد عز الكاتب والمحل السياسي أشكرك شكرا جزيلا إذن مشاهدين في كل مكان انتهت هذه التوقيع المباشرة دائما عبر شاشة قناة النيل للأخبار أما الآن دنتم في رعاية الله وآله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة